هذه هي الطريقة اللي غادي تهنيك من شوي والقليد ديال السامك بجميع الانواع ديالو انا غادي نحضر معاكم السردين بوحد طريقة رائعة جدا بلا زيت بلا مجمر بلا دخان كي يجي ولا ارواع الديد بزاف او كان وجده في اقل من عشرة ديال البقايق وكي خليلينا المطبخ ديالنا نقي بحال ما طيبنا فيه هتشي حاجة غادي نحتاجو ان شاء الله مقلة تقيلة وغادي نحتاجو ورق الفرن المقلة قدروا تديرو اي مقلة عندكم انا نفضل تديرو المقلة تقيلة حيث باش هكتا غا تتوزد علينا السخانة بوحد طريقة متساوية وغادي جي بحال ما شوي على ورق الفرن غادي نرش شوية ديال الملحة طبيعة الحال لما ما كيبغيش الملحة ولا كي يكون المسوس متعملوش الملحة نهائيا كنرش واحد شوية على الورق وكي نجيب السردين اللي انا شللتو بزيان واستقطرتو باش هكتا كي نشوف من داك الماء ومن بعد استفتو على الورق بهات الشكل من بعد كنرش عليه شوية ديال الملحة وغادي نجيب قطعة ديال الورق اخرى وغادي نغطي بها لديك السامك او لعلى السردين ديالنا وغادي نحاول بحال هاتشكل اللوي داك الورق من الجوانب من بعد ملوينا مزيان هكتا باش كي طيب لينا كنحطو المقلة ديالنا على نار متوسطة لمدة ديال 3 حتى 4 ديال دقايق منين كي بليكم هكتا تحمر من الاسفل كتقلبوه طريقة باش غادي نقلبوه هي تقدرو غير هكتا كبالورق تقلبوه ولكن نعطي طريقة اللي هكتا بشي بقاليكم معاوض جيبوا اي صحن متساوي او هكا خشبة وكتجروا غير ذاك الورقة هكتا ومن بعد اما تقلبوا على اليد ديالكم وتحطوه ولا كتجيبوا صحن اخر او لصينية وكتقلبوا بهات الشكل فهكدا كيبقا ليكم معاوض بالخصوص المبتدئات وحتى اللي مكيستحملشي السخانة كذلك النار متوسطة لمدة ديال 3 حتى الربعة ديال دقايق باش غادي طيب لنا من على الوجه وراه ما تيدرشي شي دخان هكدا فدار ولا شي ريحة وحتى المقلة ما كتكرفس والبوطع ايضا يعني بحل ما طيبتوش نهائيا في المقلة ولا على البوطع السامك من بعد مما كي طيب هانتو ما اعريتو معاكم باش تشوفوه هو من الاحسن تخليوه هكدا تتحيدو ويفقد شوية الحرارة عتتتحيدو الورق باش ما تنضلكمش ذاك القشرة فالسامك ديالنا هو هذا ما شاء الله كيجي بحلم شوي كيجي رائع جدا والاهم كنحضروه في اقل وقت فتقدرو تقلبوه في التبصيل وتحيدو ذاك الورق كما ممكن هكك تحطوه على الورق كي بقى يعني الورق ما نقيقي ما كي تكارفص متاشي حاجة من بعد كندهنو بذاك الخلطة اللي كنت حضرت معاكم زيدو واحد البنا رائع جدا تقدرو تحضروها في ساعة شدو غير شوية تقصبرو مع الدنوس قطعوهم مرقاقين حكو معاهم شوية الفصيصة ديالتم شوية ديال زيت الزيتون وعصيرة ديال الحامض ودعزل عليكم الحار ديروا واحد شوية واحدة رشيشة ديال زعتر خلطوهم مزيين وبقى تدهنو بهم لأسماك هكا كيف تبغيوا تقدموهم كي يعطيوا واحد طعم رائع جدا فالسمك ديالنا بهات الشكل كي يجي طايب زبدة وهكدا كي بقى محافظ على الشكل ديالو كيف التحت كيف الفوق وبينين بزاف بزاف ونتمنى ان شاء الله تجربوها هات طريقة متأكدا ان شاء الله غتعتمدوها حيث بدون تعب او مجهود كتخلي لكم الدار والدنيا نقي منى تجربوه ركيجي رائع جدا بحل ما شوي واحسن بألف مرة من انكم تقليواه اذا جربتوه بالصحة والراحة هذه هي الطريقة اللي غادي تهنيك من شوي والقلي ديال السامك بجميع الانواع ديالو انا غادي نحضر معاكم السردين بوح طريقة رائع جدا بلا زيت بلا مجمر بلا دخان كي يجي ولا اروع الديد بزاف وكان وجدوه اقل من عشرة ديال بقايق وكي خليلينا المطبخ ديالنا نقي بحال ما طيبنا فيه هتشي حاجة غادي نحتاجو ان شاء الله مقلة تقيلة وغادي نحتاجو ورق الفرن المقلة تقدروا تديرو اي مقلة عندكم انا نفطل تديرو المقلة تقيلة حيث باش هكتا غا توزع لنا السخانة بوح طريقة متساوية وغادي جي بحل ما شوي على ورق الفرن غادي نرش شوية ديال الملحة طبيعة الحال اللي ما ما كيبغيش الملحة ولا كي يكون المسوس متعملوش الملحة نهائيا كنرش واحد شوية على الورق وكيجيب السردين اللي انا شللته بزيان واستقطرتو باش هكتا كينشوف من داك الماء ومن بعد استفتو على الورق بهات الشكل من بعد كنرش عليه شوية ديال الملحة وغادي نجيب قطعة ديال الورق اخرى وغادي نغطي بها لديك السامك او لديك السردين ديالنا وغادي نحاول بحلها تشكلوي داك الورق من الجوانب من بعد ملوينة مزيان هكتا باش كي طيب لينا كنحطو المقلة ديالنا على نار متوسطة لمدة ديال 3 حتى 4 ديال دقايق من كيبغيش هكتا تحمر من الاسفل كتقلبوه طريقة باش غادي نقلبوه هي تقدرو غير هكتا بالورق تقلبوه ولكن نعطي طريقة اللي هكتا بشي بقى لكم معاوض جيبوا اي صحن متساوي او هكا خشبة وكتجروا غير ذاك الورقة هكتا ومن بعد اما تقلبوا على اليد ديالكم وتحطوه ولا كتجيبوا صحن اخر او لصينية وكتقلبوا بهات الشكل فهكتا كيبقى لكم معاوض بالخصوص المبتدئات وحتى اللي ما كيستحملش سخانه كذلك النار متوسطة لمدة ديال 3 حتى الربعة ديال دقايق باش غادي طيب لنا من على الوجه وره ما تدرشي شيدخان هكتا في الدار ولا شي ريحة وحتى المقلة ما كتكرفص والبطع ايضا يعني بحل ما طيبتوش نهائيا في المقلة ولا على البطع السامك من بعد مما كي طيب هانتو ما اعريتو معاكم باش تشوفوه هو من الاحسن تخليوه هكتاتي يفقد شوية الحرارة على تحيدو الورق باش ما تنضلكمش دايك القشرة فالسامك ديالنا هو هذا ما شاء الله كيجي بحلم شوي كيجي رائع جدا والاهم كنحضروه في اقل وقت فتقدرو تقلبوه في التبصيل وتحيدو ذاك الورق كما ممكن هكت تحطوه على الورق كيبقى يعني الورق ما نقيقي ما ما كي تكارفص متى شي حاجة من بعد كندهنو بذاك الخلطة اللي كنت حضرت معاكم زيدو واحد البنا رائع جدا تقدرو تحضروها في ساعة جدو غير شوية تقصبروه مع الدنس قطعوه مرقاقين وحكو معاهم شوية البصصة ديالتهم شوية ديال زيت الزيتون وعصيرة ديال الحامض ودعزيز عليكم الحار درو واحد شوية واحدة رشيشة ديال الزعتر خلطوهم مزيين وبقى تدهنو بهم لأسماك هكف تبغيو تقدموهم كيعطيوا واحد طعم رائع جدا فالسمك ديالنا بهات الشكل كيجي طايب زبدة وهكدا كيبقى محافظ على الشكل دياله كيف التحت كيف الفوق وبينين بزاف بزاف ونتمنى ان شاء الله تجربوا هالطريقة متأكد ان شاء الله غتعتمدوها حيث بدون تعب او مجهود كتخلي لكم الدار والدنيا نقية بحل ما شوي واحسن بألف مرة من انكم تقليواه إذا جربتوه بالصحة والراحة موسيقى موسيقى موسيقى